يواجه الكثير من الأطفال حول العالم انتهاكات كبيرة في العديد من مناطق الصراع ولا بد من بذل المزيد من الجهود لحماية 250 مليون طفل يعيشون في بلدان ومناطق متأثرة بالنزاعات والحروب أطفال العراق كان لهم نصيبهم من تلك الانتهاكات الجسيمة حيث أكد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق تفاقم معاناة الأطفال في البلاد وما تزال في تصاعد مستمر منذ العام 2003 جاء ذلك خلال ندوة خاصة بعنوان أطفال العراق استهداف مستمر ومستقبل مجهول بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا العدوان على الأطفال مشيرا إلى أن عداد الأطفال في السجون الحكومية المعلنة يقدر بأكثر من تسعة آلاف طفل منهم أكثر من ألف طفل لم يتجاوز التاسعة من عمره وأن معظمهم اعتقلوا بناء على أدلة واهية ويعانون من الاكتظاف الشديد ومن ظروف احتجاز سيئة للغاية بينما دعت منظمات حقوقية لحماية أطفال العراق من الانتهاكات والمخاطر التي تحيق بهم ووفقا للمنظمات الحقوقية فإن الأرقام تشير إلى تعرض 2114 طفلا عراقيا إلى انتهاكات جسيمة منها القتل والتشويه إضافة لتعرض 1772 طفلا للانتهاك خلال العمليات العسكرية الأخيرة كما تم تجنيد أكثر من 200 طفل في الصراعات الدائرة في البلاد وتعرض الكثير منهم للقتل والعاهات المستريمة بسبب المخلفات الحربية فيما أثرت العمليات العسكرية على الولادات الحديثة حيث يسجل نحو 5% من الولادات بتشوهات وأمراض قاسية ويموت بعضهم بعد ساعات أو أيام من ولادتهم رابطة المرأة العراقية دعت إلى خلق بيئة تربوية وتعليمية لانتشال الأطفال في العراق من واقعهم المرير مؤكدة أن العراق يواجه ظروفا ومخاطر كثيرة من بينها تراجع منظومة التعليم وزعزعة المحيط الأسري وعدم الاهتمام بالصحة العقلية مشيرة إلى الأرقام المخيفة من الأيتام والمشردين والمفقودين وذوي الاحتياجات الخاصة مضيفة أن أعدادا كبيرة من الأطفال باتوا ضحايا الاستغلال والعمالة والفقر والجوع والمرض ترجمة نانسي قنقر